اه مساء الخير شباب بصوا مبدئين كده عشان هندوى تنهاشوا حاجه اللي هي اللي تشيكليست اه فيه ناس كتير جدا بتتلغبط في اللي تشيكليست اللي تشيكليست بتبقى فيها كلام يمين شمال وغار بشر فاحنا هنرتب الدنيا كده مع بعطينا اول حاجه هندتي بالاس جي احنا هنمشي برور فيه خمسه بليبير في الاول اول حاجه اه بروفايل تاني حاجه اكيومنت انفيرونمنت مثلا في الاس جي احنا بصوا يا شباب مش هنسيب نقطة في التشيكليست مش هنقوله بس هنرتبهم علشان خاطر احاول تكتب ورايه او تكتب ورايه من التشيكليست اللي موجود معاك تمام اه نرتبهم كده شمديني تبقى ايه اه فيه ماب كده فيه خارجة في دماغك لما ديك تطلع تتكلم تمام تبقى تفتكر الكلام بالترتيب اللي في دماغك مش في الورقة وكده كده اي كلمة هتقولها دكتور هيعلم عليها هاتيك العلامة بتاعتك صح تمام فركز اوي انك تحط ماب في التناغك انت مرتبه مطالية معينه عشان ما ديك تطلع متلقباتش في حاجه اول حاجه طبعا هتشوف البروفايل بتاع الباشنت هتشوف التسكار بتاع الباشنت هتشوف ايه في الاس جيم هتشوف الاسم روبائي هتشوف الدياجنوزز بتاعه هتشوف البيسيكان اردر تمام تمام ايه هي الاكومنت اللي هتستخدمها هتشوف الدياجنوزز مهم جدا لازم تقوله تمام بس بعد كده لازم طبعا في الاكومنت هنا بتشيك على الاس جيم على الكابلات بتاع الاس جيم تمام وتقول الدكتور كده اشوف لو فيه قطع في الوايرز بتاع الاس جيم انه لو فيه قطع في كهرباء لو قطع قطع في حاجه ممكن تكهرب الباشنت بتاعي فلازم تقولها تمام وتشوف كمان في الاكومنت تشوف البيبر تكون في السنتر بيز لاين البيبر الورقة بتاعتش يكون موجود معك انفيرونمنت انفيرونمنت هنا انت بتشوف البرايفاسي بتثبت البرايفاسي بتاع الباشنت لو فيه مثلا جيب له ملايا دقفل له ستاير الكلام ده كله بتقول الفيزيتورز اطلعوا برا وكده بتقول كمان بتشوف كمان الاس جيم بقى ازت نفسه الجهاز تامن في الاس جيم بتثبت النمود بتاعه اول حاجة بتشوف الكهرباء بتاعته اللي هو محضرت في الكهرباء او 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 هو فيه كهزة رسم قلب بتبقى لها كابل كده كابل باور تحط في الكهرباء تمام فيه تتشحن يعني تحطي الكهرباء مسلا ساعة ساعتين تلاتة تتشحن تمام وتحطي اليوم كله اول مبتشحن بتفصل مع نفسها تمام يعني مخير ما بتخدش كهرباء تاني تقلقش تمام فانت بتبقى داخده مشحون بتروح لبين الباشنت تتعمل رسم قلب بتاعك وترجع فيه ممكن يبقاش مشحون فتحطه في الكهرباء تمام تي لازم تكون عارفة وتزبط المود بتاعك اما منول اما اوتوماتيك تأكد ان السرعة بتاعتك السرعة مهم اول رقم ده 25 ميلي كل ثانية وتتأكد من الكاليبريشن اللي هو التدريج بتاعك يكون واحد ميلي فولت تمام تب النسبة للإيكيوميت بقى بقى بعمل رابط الهند رابط ماي هند التاعتي وببتدي ان انا وبتدي ان انا هنا اعرف نفسي للبيشنت للبيشنت التاعي تمام وهنا ببتدي ان انا اه اعرف اه البيشنت اقول له ازيك استاذ محمد احمد السيد علي لازم اقول كده اسمه رباعي اه هيقول لي اه مسلا هقول له معاك مسلا استاذ كرولوس من كلية التمريد انا جاية اعمل رسم قلب اه طب البيشنت بتبقى هعمل له ايه اه انا عرفت البيشنت بس بقول له خلي بالك البيشنت اللي عمله ده بيبقى بين لس مفوش اي قلب دوبك بس ياخد خمس عشر دقايه وهنخلص الموضوع ده لشان هو لو شاف كهربة ولا شاف اسلاك وكده هيقول لك انت هتكهربني بتاع اه فاقول له لا ما تقلقش ما فيش كهربة ولا حاجة تمام فبتدي ان هنا بقى تعمل طبعا تأسس الفايتال ساينس التاعتك هتركز عليه في الفايتال ساينس هتركز على كارديوك ستيتوس زي ايه زي الهارت ريد زي البلاد بريجر زي تعمل اسكالتشن خلاص تمام بتدي ان هنا بقى ددي انستراكتل للباشنت بتخلي طبعا تقول له شيل اي حاجة معدن في جيبك موبايل فلوس فاكة ساعة مفاتيح سلسلة خاتم الكرام ده كله بتقول له كمان البوزيشن بتاعه لازم تكون عارفه تلاتين خمسة واربعين درج تجريم لهو انلس كونتراكتكيتد تمام خشي بقى على البروستجر بتاعك خلاصنا خمسة بريبير خشي على البروستجر بقى البروستجر زهلي جد اول حاجة تكون عارف انك هتعرض المكان اللي انت هتعمله اس جي فقط مش هتعرض كله ماشين برايفس حتعرض武سجراكتك بالكلام والشست جيت D ди بدت تضغط كواي جيل عاللسكن على طول ماشين على طولr في اللينبواليد الاول بان كنت توصلهم بلويد لها تضغط الماعدن دي حاجات فليم بتعطيهم الي حاجات دي الحاجات تبسل في اللينبواليد بعد كده الشيست تمام؟ طبعا نعرفين في الليمبليد صحرة خطرناها ونر وطفناها دي معروفة الشيست بقى الشيست يا باشا ميز ان تركز في الشيست كويس بتحط طبعا الكويج اللي عادي على الاسكن مهمة قوي تعرف بتحط الشيست ليد ازاي؟ عندك ستة فيهات ستة فيهات اول فيه بتحط على الرايت هي اللونها احمر تقريبا تحط على الرايت فين بالزبط في الرايت على الفور انتركوستل سبيس تعدي كده قدام الدكتور تقول له اهو الاول سبيس تاني سبيس تاني سبيس تاردي سبيس رابع زيس وتحط بعد كده ناحية التانية في الليفت حط اللون الاصفر ده بتبقى لونها اصفر كده اللي هي تبقى تحطها على واحد اتنين ثلاثة بتعدي كده في الليفت حسين طيب طيب الفي خمسة الفي خمسة دي هتحطها على left anterior axillary line يعني فين axillary line اهو اللي هو axillary anterior يعني قدام axillary line فين بالزبط ما بين اربعة و ما بين ستة طيب هتحط الستة فين؟ هتحط الستة فين على axillary line 5 intercostal space في axillary line كده احنا حطينا الشيستلينت هتأكد بقى ان هتتأكد بقى هنا من ال patient قبل ما تدوس start حتى دي مهمة قبل ما تدوس start هتقول لل patient ايه؟ هو كله متوصل يعني انت احسن في حاجة متشهلة طيب هولو مش كونش اسمعك قوي هتدي تشوف انت ازت نفسك هل كل حاجة متوصلها الا؟ لو كله متوصله تمام هتتوتس start اللي بيقول لك هنا ان ال lead الواحدة بتاخد ثلاث ثوان الليد الواحدة تاخد ايه؟ ثلاث ثوان طيب بعد ما تخلص وترسم الليد الواحدة تاخد الثوانين لو هي منوال لكن automatic تدوس automatic وهي بتطلع كله اربعة تخلص وتفصل على طول لو ما تخلص الماكينة recording بتعمل تضغط على stop bottom ده وبالكده بتشيل ال lead wires والالكترود من على ال patient بتعملها او بتعمل ال conductive gel اللي كانت موجودة على ال skin بعد كده تبتدي انك تحط ال patient بتاعك على comfortable position تمام؟ تبتدي انك تنظف ال machine ازاي بتشيل الليد اللي هي chest lead وال limb bleed تحطوهم في مية دافية تمام؟ وبصابون كده وتنظف كده تنشفهم كويس جدا وكده تحطوهم فين ترجعهم للمكان التخزين بتاعهم او مكان اللي انت حطت فيه ال sg كده تعمل rub وكده تعمل documentation ال sg على ال strip and nursing node وكده يكون خلصنا ال sg موضوع سهل وموضوع بسيط جدا ومنك ترتب الافكار بتاعتك عشان الدنيا ما تسحش منك بنفس الترتيب كل procedure